أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل وعجل ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين لله آمين ما زلنا مستمرين وإياكم أيها الأخوة في عرض شواهد تشهد بمقدار التلاعب والتحريف الذي ارتكبه أعلام الطائفة البكرية التي أطلقت على نفسها من غير انطباق واقعي اسم أهل السنة والجماع هذه التحريفات وهذه التزويرات وهذه التدليسات تكشف عن أن هذه الطائفة الأصدق في وصفها وتسميتها هو أن نقول هي طائفة أهل الخدعة لأنها تتعمد خداع الناس ولا تصدق معهم خاصة فيما يتصل بالسنة والحديث والأثر والتاريخ والسيرة ونحو ذلك إن طائفة نجد أن أكبر كبرائها في الحديث وأعني به محمد بن إسماعيل البخاري تتلاعب بالأحاديث فتحذف منها وتزيد فيها وتحرف فيها لا يمكن أن تكون مثل هذه الطائفة لا يمكن أن تكون طائفة مؤتمنة على السنة إنها طائفة التزوير وطائفة التحريف وطائفة الخدع لقد عرضنا لكم ونحن في هذه السلسلة في أجزائها الأخيرة عرضنا لكم شيئا مما وجدناه في البخاري من أحاديث لما تتبعنا أصولها وجدناها على نحو آخر واكتشفنا أن البخاري قام بالتلاعب بهذه الأحاديث والتصرف فيها والتغيير والتحريف وها هنا نضيف إلى ما تقدم شاهدا جديدا هذا الحديث الذي بين أيدينا أخرجه البخاري في صحيحه في أربعة مواضع بل خمسة وبأربعة أسناد أما الموضع الأول فبرقم مئة وثمانية وتسعين يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وآله بين رجلين تخط رجلاه في الأرض وهذه كناية عن أنه كان مثقلا متعبا لا يكاد يمشي تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر التفيتوا هنا قال عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الله عليه هذا الموضع الأول بهذا الرقم الموضع الثاني والثالث برقم ستمائة وخمسة وستين وألفين وخمسمائة وثمانية وثمانين حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب أنا مضطر يا أيها الإخوة أنه أذكر لكم الأحاديث بتمامها بأسنادها لأن لنا وقفة مع هذا الموضع الرابع برقم أربعة آلاف أربعمائة واثنين وأربعين حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله قالت لما ثقل رسول الله واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا قال ابن عباس هو علي بن أبي طالب الموضع الخامس والأخير برقم 5714 قال حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة هو يقول رضي الله عنها لعنها الله زوج النبي صلى الله عليه وآله قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي ما مضمون هذا الحديث مضمونه هو هذا أن رجلا هو من أكابر الثقات عند أهل الخلاف وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول أنا حدثتني عائشة عما جرى للنبي صلى الله عليه في مرضه حيث ثقل يقول عائشة تكلمت وزعمت أن النبي صلى الله عليه وآله لما ثقل به المرض استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له وبعد إذن قام من البيت يحمله رجلان تخط رجلاه في الأرض الملاحظ فيما قالته عائشة لعبيد الله أنها قالتهما رجلان كانا يحملان النبي صلى الله عليه وآله لكنها سمت منهما رجلا واحدا وأبهمت الآخر قالت بين العباس ورجل آخر عبيد الله الراوي الذي سمع هذا الكلام من عائشة ذهب إلى طرف آخر وهو عبد الله بن عباس ابن العباس الذي ذكرته عائشة وقالت إنه حمل النبي صلى الله عليه وآله إلى مصلى مع رجل آخر فعبد الله بن عباس هذا قال لعبيد الله أتدري من هو الرجل الآخر الذي لم تسمه عائشة قلت لا يقول عبيد الله فقال له عبد الله بن عباس هو علي بن أبي طالب أي أن عائشة أبهمت اسم علي بن أبي طالب ولم تذكره وتصرح به قد يفهم القارئ من هذا الحديث بألفاظه وبأسناده التي ذكرها البخاري أن هناك شيئا ما ما بين عائشة وما بين علي عليه الصلاة والسلام ولذلك عائشة أبهمت اسم علي عليه السلام ولم تسميه لم تصرح به ولكن حيث إن التربية التي ربي عليها أبناء أهل الخلاف فيما يتصل بالعلاقة ما بين من يسمونهم الصحابة حيث إن هذه التربية تربية مغلوطة مكذوبة ترسم صورة مثالية غارقة في المثالية بعيدة عن الواقع فيما يخص هذه العلاقات بين تلك الأطراف حيث إن التربية هكذا فإن القارئة لهذه الأحاديث في البخاري قد لا يفهم جيدا أن سبب إبهام عائشة اسم علي عليه السلام هو لوجود شيء بينهما قد يحمل ذلك مثلا على أن عائشة لم تتعمد ذكر الرجل الآخر إبهام اسم الرجل الآخر لعلها نسيت لعلها ترددت لعله لم تكن هناك مناسبة أي من هذه الافتراضات يمكن أن يفترضها القارئ الذي ربي في المجتمع البكري ويظن أن العلاقة ما بين أمير المؤمنين عليه السلام وعائشة هي علاقة السمن على العسل كما يقال ولكن إن قرأ القارئ هذا الحديث بلفظه الأصلي وعلم ما قاله ابن عباس في تعليل عدم ذكر عائشة لاسم علي عليه السلام فحينئذ يتبدد هذا الوهم كما تتبدد هذه الافتراضات ويدرك القارئ أن العلة الحقيقية لعدم ذكر اسم علي عليه السلام إنما هو البغض إنما هي البغض فقط لعلي عليه السلام أي أن عائشة مبغضة لعلي ولذلك لا تستطيع الذكر اسمه ها هنا أين هو الحديث الأصلي؟ الحديث الأصلي نجده في مصادر أخرى نفس هذا الحديث الموجود في البخاري موجود في مصادر أخرى ولكن بتمامه البخاري ماذا فعل؟ قام وقص من الحديث اقتطع منه آخره فلم يتضح ما قاله ابن عباس الحديث الأصلي موجود في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد في المجلد الثاني الصفحة 179 قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين بن عباس تعني الفضل وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت بن عباس بما قالت قال فهل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال قلت لا قال ابن عباس هو علي إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير هذا تمام الحديث ابن عباس لم يكتفي بقوله لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يكتفي بقوله إن عائشة أتدري من هو الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة فقال هو علي لم يقف عنده هنا بل أتم ذلك إلى قوله ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير لماذا نجد نفس هذه الرواية لدى البخاري ليس فيها هذا المقطع هذا هو الحديث ابن عباس يقول إن عائشة لا تتحمل أن تذكر علي بخير وترى أنها إن ذكرت أن علي عليه السلام حمل رسول الله صلى الله عليه وآله مع العباس أو مع الفضل بن العباس أيهما كان مجرد ذكر أن علي عليه السلام كان يحمل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مصلاة معنى ذلك أنها تذكره بخير وهي لا تحب أن تذكر علي بخير لا تطيب نفسها بذلك تريد أن تذكره بالشر والعياذ بالله هذا الحديث في الطبقات الكبرى نفس الحديث أيضا موجود في مسند أحمد برقم خمسة وعشرين ألف وثلاثمائة وستة وثمانين يقول حدثنا عبد الرزاق عم معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له قالت فخرج ويد على قال الفضل بن عباس ويد على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض قال عبيد الله فحدثت به بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة هو علي ولكن عائشة لا تطيب له نفسا هذه الرواية في مسند أحمد وأيضا فيها هذه الزيادة على ما في البخاري ولكن لاحظوا هنا أن هذه الرواية في مسند أحمد أنقص منها لفظ واحد أنقصت منها كلمة واحدة وهي كلمة بخير غير موجودة هنا أين ذهبت رواية الطبقات الكبرى ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير لا تطيب لعلي عليه السلام نفسا بخير كلمة بخير موجودة في مسند أحمد غير موجودة مع أن هذه الرواية في مسند أحمد تكررت في موضعين بهذا الرقم خمسة وعشرين ألف ثلاثمئة وستة وثمانين وأيضا برقم قبل ذلك ثلاثة وعشرين ألف وخمسمئة وواحد وأربعين بسند آخر عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائش أيضا لا يوجد فيها كلمة بخير مع أن أصل هذه الرواية كما ترون في سندها حدثنا عبد الرزاق أحمد بن حنبل يقول حدثنا عبد الرزاق من هو عبد الرزاق؟ هو شيخه عبد الرزاق الصنعاني طيب المسألة إذن سهلة نتوجه وإياكم إلى مصنف عبد الرزاق له مصنف مصنف عبد الرزاق الصنعاني نفتش عن هذه الرواية في مصنفه فإذا بنا نجدها بألفاظها الحقيقية بلا زيادة ولا نقصان في مصنف عبد الرزاق الرواية تأتي برقم تسعة آلاف سبعمائة وأربعة وخمسين عن معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت ميمونة ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد أخرى على يد رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض فقال عبيد الله فحدثت به بن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة هو علي بن أبي طالب ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير إذا لاحظوا المسألة إلى هنا ماذا تبين لنا أصل الرواية فيها قول بن عباس ولكن عائشة لا تطيب له أي لعلي عليه السلام نفسا بخير هذا أصل الرواية أصل الرواية هكذا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أصل الرواية هكذا في مصنف عبد الرزاق الصنعاني جاء أحمد بن حنبل أخذ هذه الرواية من عبد الرزاق الصنعاني هو شيخه ويقول حدثنا عبد الرزاق حذف منها كلمة واحدة حذف منها كلمة بخير جاء البخاري وروا عين الرواية ولكن حذف منها كلمات قال بن عباس ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير هذه كلها شطب عليها فكلما يأتي أحد من كهنة أهل الخلاف تجده يقرض من الأحاديث مقدارا يقضم منها شيئا لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن تصل الحقيقة كاملة إليك يريدونك أن تبقى مخدوعا الرواية هذا أصلها في مصنف عبد الرزاق وهذا أصلها في الطبقات الكبرى لابن سعد وقد عرفنا التحريف الذي طرى عليها في مسند أحمد حذفت كلمة والتحريف الذي طرى عليها في صحيح البخاري حذفت جملة فماذا عن صحيح مسلم؟ مسلم أيضا أخذ هذه الرواية عن عبد الرزاق شيخ أحمد عبد الرزاق الصنعاني ولكنه حرف أكثر فحذف العبارة بأكملها أيضا ولم يكتفي بحذف كلمة واحدة كما فعل أحمد بن حمد الرواية تجدونها في مسلم برقم أربعمائة وثمانية عشر يقول حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق إذن الرواية هي رواية عبد الرزاق الصنعاني ذاتها فلماذا لم يلتزموا برواية عبد الرزاق عبد الرزاق أصلا له مصنف مطبوع مصنف عبد الرزاق الصنعاني وفيه الرواية كاملة فكيف من جاء بعده وروا عنه وجدنا الرواية هناك منقوصة وهي رواية عبد الرزاق ذاتها إذن هناك تزوير قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا الآن اللفظ لمن لصحيح مسلم أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض فقال عبيد الله فحدثت به بن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة هو علي وتوقف مسلم النيسابوري هنا لم يتم الرواية ولم يكملها ونفس التحريف تجده في المصادر الأخرى أيضا في تلك المصادر لا نجد فيها العبارة المهمة والخطيرة التي تكلم بها ابن عباس واتهم بها عائشة في أنها تبغض علي عليه السلام ولا تطيب له نفسا بخير نفس التحريف تجده في سنن ابن ماجة برقم 1618 وسنن النسائي برقم 7051 وسنن البيهقي برقم 121 بل وحتى في مستدرك الحاكم برقم 4441 كلهم حذفوا قول ابن عباس ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير مع أن حذفهم هذا لم يفدهم كثيرا لماذا إنهم أرادوا حجب حقيقة أن عائشة تبغض علي عليه السلام ولا تطيب له نفسا بخير فإذا بهم يفتضحون كما في هذه الجلسة البحثية الآن نحن الآن الأمة تكتشف فضيحة هؤلاء وكيف أنهم زوروا في الأحاديث لقد حذفوا هذه العبارة ولكننا وجدناها في المصادر التي تقدمت عليهم وجدناها مروية من الذين رووا عنهم فأي شيء أفادهم هذا من جهة أخرى إن مجرد عدم تسمية عائشة لعلي عليه الصلاة والسلام في روايتها يكفي عند التأمل في إثبات أنها كانت حاقدة عليه واجدة عليه ما شئت فعبر وهذا الأمر لم يقتطع من أحاديث البخاري ومسلم يعني الحمد لله أن البخاري ومسلم كلاهما أثبتوا ما قاله ابن عباس وهو قوله أتدري أو أتدري من هو الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال هو علي هذا المقدار أبقوه ولم يقتطعوه الذي اقتطعوه هو ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير هب أن الحديث ليس فيه أصلا ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير فمجرد هذا الكلام من ابن عباس ينتج عند التأمل ينتج هذه الحقيقة أن عائشة كانت تحمل على علي عليه السلام ولا ترتاح له وهذا ما استنتجه أحد شراح صحيح مسلم وهو محمد فؤاد عبد الباقي ففي تعليقه على هذا الحديث الذي هو أصلا مزور محرف منقوس قال لم تسمي عائشة أي لم تذكر اسمه أي اسم علي عليه السلام ولم ترد ذكره وكانت رضي الله عنها حسب كلامه واجدة عليه غاضبة عليه على علي عليه السلام حاقدة عليه لما بلغها من قوله حين استشاره النبي صلى الله عليه وآله في حديث الإفك النساء سواها كثير حسب رواية عائشة تقول إن علي عليه السلام حرض النبي صلى الله عليه وآله على تطليقي في حادثة الإفك هذا حسب كلامها ولذلك فأنا لا أحب علي هناك منقول عنها في الأثر أنها تقول لا جرم لا أحب علي أبدا ليش يقول للنبي طلقني ويقول له النساء كثير يعني روح تزوج غيرها فمنذ ذلك الحين حسب كلام عائشة تقول أنا حقدت على علي بن أبي طالب وابن عباس يقول إنها لا تطيب له نفسا بخير الآن البخاري ومسلم ماذا فعل قاما واقتطعا هذه العبارة من كلمة ابن عباس لا تطيب له نفسا بخير لكنهما أبقيا على قوله الرجل الآخر الذي لم تسميه عائشة هو علي هذا المقدار الذي أبقياه كاف لدى مثل محمد فؤاد عبد الباقي في أن يقول إنه دليل على أن عائشة كانت واجدة على علي عليه السلام ولذلك لم تذكره فالسؤال الآن أليس هذا تزويرا وخيانة للأمانة العلمية والروائية لماذا اقتطع البخاري وكذا مسلم وكذا النساء وابن ماجة والحاكم والبيهقي لماذا اقتطعوا من الرواية الأصلية هذا المقطع ألأنه أحرجهم لماذا لم ينقلوا الرواية كما هي لماذا تلاعبوا بها قد يقول قائل لعله لأن سند الرواية التي فيها هذا اللفظ سند غير صحيح والحال أنه صحيح من يراجع الأسناد التي ذكرناها سواء في الطبقات الكبرى لابن سعد أو مصنف عبد الرزاق أو مسند أحمد سيجد أن هذه الأسناد صحيحة ومعتبرة على حسب علم الجرح والتعديل عند الطائفة البكرية وممن صرح بذلك صرح بهذه الصحة السندية إمامهم الألباني في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل منار السبيل هو كتاب من أمهات كتب مذهب الحنابلة لابن ضويان جاء البخاري أفواً جاء الألباني وخرج الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب لكي يبين صحيحها من ضعيفها إلى ما هنالك فيقول الألباني تحديداً في المجلد الأول الصفحة 177 يقول قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وآله قال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر فيه شيئاً غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي بن أبي طالب الآن يعلق الألباني يقول رواه البخاري ومسلم وكذا أبو عوانة ورواه أحمد مختصراً وزاد في آخره ولكن عائشة لا تطيب له نفساً وسنده صحيح إذن هذه الزيادة في الحديث ليست زيادة منكرة لم تصح بطرق أو أسناد بل هي صحيحة سنداً ومتناً فلماذا إذن حذف البخاري ومسلم والبقية هذا المقطع من الحديث مع أنه صحيح صحيح السند صحيح المتن هو لفظ الحديث الأصلي هو لفظ الحديث الأصلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة وعن ابن عباس لماذا هذا التلاعب لاحظوا هنا أيها الإخوة أيضاً كيف حاول بعض كهنتهم توجيه هذا الذي فعلته عائشة من إبهام اسم علي عليه السلام وعدم ذكره لقد حاولوا أن يقدموا لذلك تفسيراً يبرئ ساحة عائشة من هؤلاء الذين دافعوا عن عائشة في هذا رجلان من علماء أهل الخلاف وهما الكرماني والنووي والأول أخذ من الثاني من الآخر الكرماني له كتاب في شرح صحيح البخاري اسمه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري في هذا الكتاب نجده أيضاً في خمسة مواضع يحاول الدفاع عن عائشة وتوجيه كلامها وروايتها بما لا يشكل مطعناً عليها بل يقول حاشاها من أن تكون مبغضة لعلي عليه السلام ولذلك فإنها لم تذكر اسمه لماذا يدافع في خمسة مواضع؟ لأن الرواية أصلاً في البخاري وردت في خمسة مواضع فكلما جاء هذا الشارح للبخاري لموضع من هذه المواضع اضطر لأن يتبرع بمثل هذا الدفاع عن عائشة فيقول في الموضع الأول في المجلد السادس الصفحة واحد وعشرين يقول وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ تَرْكُ تَسْمِيَةِ عَائِشَةَ لِعَلِيٍّ مُعَادَاتًا لَهُ أو إِهَانَةً حاشاها رضي الله عنه لعنى الله حاشاها من ذلك بل كان ذلك لأن علي رضي الله عنه صلوات الله عليه لم يكن ملازما في تلك الحالة أي في حمل النبي صلى الله عليه وآله من أولها إلى آخرها يعني هالخطوتين ماكوا اللي أمير المؤمنين عليه السلام مع العباس أو مع الفضل ابن العباس يشيلون النبي صلى الله عليه وآله من بيته الشريف إلى مصلى في المسجد هالخطوتين أمير روني ما كان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله فلذلك كان هناك تناوب بين عدة من الرجال لذلك عائشة أبهمت الرجل الآخر قالت بين العباس أو بين الفضل ابن العباس ورجل آخر مرة يكون علي مرة يكون أسامة بن زيد مرة يكون غيرهما وهكذا وهي كلها خطوتين يقول ففي بعضها قام أسامة أو الفضل ابن العباس ما قامه بخلاف الجانب الآخر فإن عباسا لم يفارق يريد أن يقول يعني هذا من سبحان الله من فقه عائشة يعني أنها تعمدت قالت ورجل آخر حتى لا يكون في ذمتها أنها تعين واحدا من هؤلاء المتناوبين المفروض تقول مثلا يد على العباس مثلا ويد على رجال آخرين قد تناوبوا مثلا أو تسميهم كلهم مدام تعرف هي أنه من الذين حملوا النبي صلى الله عليه وآله عليكم السلام ورحمة الله تقول وعلى علي تارة وعلى مثلا فضل ابن العباس أخرى وعلى أسامة بن زيد ثالثة مثلا لكن شوف الكرماني يحاول بأي طريقة أن يوجد مبررا لعائشة وعذرا في عدم ذكر اسم علي عليه السلام على لسانها ويريد أن يبدد ما يمكن أن يتصور من ذلك من أنه معادات لعلي عليه السلام أو بغض له أو إهانة له فيقول هذا لأسباب أخرى عجيبة وغريبة هو يحاول أن يطرحها وقد أخذها من النووي كما يتبين الآن في المقاطع الأخرى أو في المواضع الأخرى لاحظوا مثلا في المجلد الخامس من كتابه الكواكب الدراري الصفحة 52 يقول قوله لم تسمي فإن قلت لما ما سمته لما ما سمت علي عليه السلام قلت عدم تسميتها له لم يكن تحقيرا أو عداوة حاشاها من ذلك قال النووي وهذا ما ينبئنا أن الكرماني إنما استورد هذا العذر من النووي من قبله يقول قال النووي ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وآله جاء بين رجلين أحدهما أسامة وأيضا أن الفضل بن العباس كان آخذا بيده الكريمة فوجهه أن يقال أن الثلاثة هؤلاء كانوا يتناوبون عليكم السلام ورحمة الله كانوا يتناوبون في الأخذ بيده في الأخذ بيد وكان العباس يلازم الأخذ باليد الأخرى وأكرم العباس باختصاصه بيد واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغيرهما فلذلك ذكرته عائشة مسمى صريحا وأبهمة الرجل الآخر إذ لم يكن أحدهم ملازما في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس يعيني على التوجيه ملازما في جميع الطريق ولا معظمه هو الطريق كل خطوتين شنو هذه الصعوبة أنه لازم يكونون هناك أكثر من واحد وإلى آخري والعباس يكرم يعني على أساس هو له العمومة فيسمى أما البقية لا يسمون لماذا؟ يقول أيضا في المجلد الحادي عشر الصفحة مئة وخمس وعشرين وأما عدم تسمية عائشة لعلي رضي الله عنهما صلوات الله على علي ولعنات الله على عائشة فلأن العباس كان ملازما في جميع أزمنة خروج النبي شوف الآن شوي يتغير الكلام توجيه هذا الثالث شوي يتغير صار مو جميع الطريق ومعظمه لا صار أزمنة يعني أكثر من مرة حمل النبي فالعباس كان ملازما في جميع تلك الأزمنة في كل تلك الأوقات أما علي لم يكن هكذا فلذلك أبهمته عائشة وإلا لم يكن عداوة ولا إهانة له كل شوية جواب مختلف عن الجوارب الذي سبقه أو تعديلات طفيفة يقول فلأن العباس كان ملازما في جميع أزمنة خروج النبي صلى الله عليه وآله في مرضه إلى المسجد بخلاف علي فإنه كان تارة وأسامة كان أخرى فحيث لم يكن ملازما لم تذكره ولم يحمل علي ولم يحمل أو ولا يحمل على غير ما قلنا من عداوة ونحوها حاشاها من ذلك في المجلد السادس عشر الصفحة 239 يقول فإن قلت لما قالت رجل آخر وما سمته قلت لأن العباس كانت دائما يلازم أحد جانبيه وأما الجانب الآخر فتارة كان علي فيه وتارة كان أسامة فلعدم ملازمته لذلك لم تذكره لا للعداوة ولا نحوها حاشاها من ذلك وفي المجلد 21 الصفحة السادسة يقول وهذا آخر المواضع وإنما لم يكن ترك تسمية عائشة لعلي معاداة له أو إهانة حاشاها هو يقول رضي الله عنها لا عنها الله ويكرر نفس الكلام الأول وهو لأن علي صلوات الله عليه لم يكن ملازما في تلك الحالة من أولها إلى آخرها ففي بعضها قام أسامة أو الفضل ابن عباس مقامه بخلاف الجانب الآخر فإن عباسا لم يفارقه هذا إذن توجيه الكرماني والنووي محاولات يائسة وفاشلة للدفاع عن عائشة أما العين فهو أيضا شارح آخر من شراح البخاري هذا العين اقترب أكثر إلى الحقيقة فاعترف بأن السبب الحقيقي في عدم تسمية عائشة لأمير المؤمنين علي عليه السلام إنما هو البغض ولكن حاول تخفيف ذلك بقوله إن هذا مما يحصل بين البشر حالة طبيعية وحاول أن يقدم جوابا أحسن من هذا الجواب وهو الإرجاع إلى مسألة التناوب ما هي عبارة العيني؟ نجدها في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري في المجلد الثالث الصفحة 92 ضمن الأسئلة والأجوبة يقول الخامس أي السؤال الخامس ما الحكمة في أن عائشة رضي الله عنها؟ لعنها الله قالت ورجل آخر ولم تعينه مع أنه كان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلوات الله عليه وشنو الحكم من وراء ذلك؟ عائشة حكيمة لا بد أن يكون من وراء كلامها هذا حكمة أجيب بأنه كان في قلبها منه ما يحصل في قلوب البشر مما يكون سببا في الإعراض عن ذكر اسمه إذن هذا اعتراف أولا بس خفف العبارة شوف ما استخدم كلمة حقد أو عداوة أو بغض أو إن شاء الله موجدة على الأقل ما استخدم هذه العبارات أيضا أبهمها وقال في قلبها منه ما يحصل في قلوب البشر شنو اللي يحصل في قلوب البشر أحيانا كراهية مثلا صير كراهية كرهت علي عليه السلام لأسباب ودواعي معينة فلذلك أعرضت عن ذكر اسمه ثم يستدرك فيقول وجاء في رواية بين الفضل بن عباس وفي أخرى بين رجلين أحدهما أسامة وطريق الجمع لما نجمع بين هذه الرواية الطريقها ما هو أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة تارة هذا وتارة هذا وكان العباس أكثرهم أخذا بيده الكريمة لأنه كان أدومهم لها إكراما له واختصاصا به وعلي وأسامة والفضل يتناوبون اليد الأخرى فعلى هذا التوجيه يقال أو يجاب بأنها صرحت بالعباس وأبهمت الآخر لكونهم ثلاثة وهذا الجواب أحسن من الأول لما يقول وهذا الجواب أحسن من الأول ليس معنى أنه يبطل الجواب الأول إنه يستخدم كلمة أحسن أفعل على وزن أفعل أي الثاني الجواب الأول كان حسنا أيضا غاية ما هناك أن الجواب الثاني ماذا أحسن من الأول هذه محاولة لتخفيف الوطأ شوية يخفف الوطأ أنه عائشة صحيح كان في قلبها شيء على علي عليه السلام لكن نخفف ذلك بأن نقول أولا هذا مما يحصل بين قلوب البشر وثانيا لعله أنها أبهمت لا لسبب ذلك بل لمسألة التناوب التي هي واضحة البطلان من مجرد ما عرضناه من روايات دون الإسهاب فيها والحقيقة أن هذا الجواب الذي اعتبره العين أحسن من الأول وكذا أجوبة النووي والكرماني من قبل هذه كلها من قبيل التنطع والتحمل تمحل لست أنا الذي أقول ذلك فقط بل أحد أكابر أهل الخلاف وأئمتهم ممن عد شرحه للبخاري هو الشرح الأمتن والأفضل والذي عليه المتكأة إنه ابن حجر العسقلاني ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري في المجلد الثاني الصفحة 156 حين يصل إلى هذه الرواية يقول قوله أي قول ابن عباس قال هو علي بن أبي طالب زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر زاد هذا ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير ولابن إسحاق في المغازي ابن إسحاق تعرفونه صاحب السيرة ولابن إسحاق في المغازي أي في السيرة والمغازي عن الزهر ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير يعني رواية عبد الرزاق عن ابن عباس لما فسر لماذا عائشة لم تذكر علي عليه السلام أو لم تسمه وقالت ورجل آخر هناك لفظان لها لفظ يقول إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير ولفظ آخر يقول إنها لا تقدر أن تذكره بخير أبد يقول ابن حجر ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة الكرماني لما شرح صحيح البخاري لم يقف على هذه الزيادة من الحديث ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير ولكن عائشة لا تقدر أن تذكره بخير فعبر عنها بعبارة شنيعة لما جاء وكرر حاشاها من ذلك ولا يمكن أن يكون ذلك عن عداوة نصدقك أنت أم نصدق ابن عباس ابن عباس معاصر معاصر لعائشة يعلم ما في قلبها هو معاصر لعلي عليه السلام ويعلم ما بينهما فلما يفسر المعاصر وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأنتم تعدلونه وتوثقونه وتصدقونه وتعتبرونه ترجمان القرآن وحبر الأمة إلى ما هناك من ألقاب أسبغتموها عليه لا شك أن تفسيره حينئذ لهذا الموقف ولهذا التصرف من عائشة لا شك أنه حينئذ يكون أصدق وأقرب إلى القبول لأن يأتينا من جاء بعد قرون يفسر بهواه ويتمحل التمحلات ويتنطع التنطعات يقول ابن حجر ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة وفي هذا رد على من تنطع فقال لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة ابن حجر الحمد لله هنا نطق بالحق ماذا يقول يقول ترى هؤلاء الذين يقولون إن إبهام عائشة اسمعلي عليه السلام هو ليس لسبب العداوة حاشاها من ذلك ليست تعادي عليا ولا تبغضه لا تطيب له نفسا بخير هؤلاء الذين يبرئون عائشة من ذلك ويحاولون تقديم أجوبة أخرى اعتذارات أخرى عن عائشة هؤلاء متنطعون متنطعون الحقيقة هي ما قاله ابن عباس أن عائشة ما ذكرت اسمعليا لأنها لا تقدر أن تذكر اسمه بخير لا تطيب له نفسا بخير قال وفي هذا رد على من تنطع فقال لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على علي وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس واختص بذلك إكراما له وهذا يقول هذا التوجيه الآن الذي وجدناه من الكرماني ومن النووي واعتبره العين أحسن قال وهذا توهم من من قاله والواقع خلافه لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة الصحيحة جازم بأن المبهم علي هو الوحيد المبهم لا تدخلون مع أسامة والفضل ابن العباس عائشة إنما أبهمت اسم الرجل واحد وهو علي عليه السلام وهذا ثابت عن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة فهو المعتمد والله أعلم ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل رواية عاصم التي قدمت الإشارة إليها وغيرها صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا في مرتين منها والله أعلم يقول هذا الدليل أيضا دليل ساقط إذن الحقيقة كما يقوله هنا ابن حجر الحقيقة هي ما نطق به ابن عباس من أن عائشة أبهمت اسم علي عليه السلام لأنها لا تطيب له نفسا بخير لا تتحمل أن تذكر علي بخير من شدة بغضها له أنا أضيف هنا أنه ما الداعي لإنكار هذه الحقيقة أن عائشة هجرت اسم علي عليه السلام لأنها كرهته ألم تفعل ذلك كما أثبتته الأحاديث الصحيحة مع رسول الله صلى الله عليه وآله فكانت أحيانا تهجر اسم محمد صلى الله عليه وآله هناك أحاديث صحيحة عند القوم عند أهل الخلاف تثبت أن عائشة لما كانت تغضب على النبي صلى الله عليه وآله كانت تهجر اسمه وهي تعترف بذلك والرواية عنها لاحظوا مثلا في صحيح البخاري برقم 4827 بسنده يقول حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامى عن هشام عن أبيه عن عائشة هو يقول رضي الله عنها لعنها الله قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا فقلت من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت الآن كلام عائشة لاحظ قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك أنا أهجر اسمك يا رسول الله أنا ما أجيب اسمك اسم محمد ما أجيبه على لساني ليش؟ لأنني عليك غاضبة فإذا عائشة فيها هذه الخسة هذه الخصلة الخسيسة موجودة فيها أنها إذا غضبت على أحد تهجر اسمه حتى ولو كان هذا رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله تقول ما أجيب اسمك فبعد ذلك تستبعد أنها تهجر اسم علي عليه السلام وأنت تعلم أنهما قد تقاتلا فيما بينهما في معركة الجمل التفسير الطبيعي المتناسب مع شخصية عائشة وصفاتها هو هذا الذي قدمه ابن عباس ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير ولذلك هجرت اسمه إذا كانت مستعدة أن تهجر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله لأنها غضبت عليه فكيف لا تهجر اسم أمير المؤمنين عليه السلام لأنها غضبت عليه وقاتلته أيضا فإذا لا يأتينا كهنة أهل الخلاف ويقدم مثل هذه الأجوبة التنطعية التي سخر منها ابن حجر العسقلاني الحقيقة الحقيقة واضحة أن عائشة كانت تبغض عليا عليه السلام تكره عليا صلوات الله عليه ولذا هجرت اسمه ولم تطق أن تذكره بخير فلذلك لما روت هذا الحديث قالت ورجل آخر بين العباس ورجل آخر وابن عباس كشفها قال لعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال لا قال هو علي ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير شديدة الكراهية له الآن أيا يكون السبب وأيا يكون السر في أن عائشة لم تسمي عليا عليه السلام ولم تذكره صريحا حتى وإن أخذنا بتلك التنطعات والأجوبة السخيفة التي أبطلها ابن حجر وأبطلها التاريخ وأبطلها ابن عباس من قبل أيا يكون السبب ليس هذا هو موضوعنا مرة أخرى أكرر ليس هذا هو موضوعنا إنما استطردنا هنا استطرادا لا أكثر لكي تكتمل الصورة موضوعنا الأساس هذا بأي حق جاء البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي والبيهقي والحاكم كل هؤلاء إلى الآن كم واحد ستة بأي حق جاء هؤلاء وتلاعبوا بالرواية الأصلية هم أو شيوخهم لأننا لما تتبعنا الرواية الأصلية وجدنا فيها قول ابن عباس ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير لكن هذا المقطع من الرواية لم نجده في البخاري لم نجده في مسلم مسلم يأخذ من عبد الرزاق ونجد أن الرواية عند عبد الرزاق في مصنفه فيها هذا المقطع بل حتى أحمد بن حنبل أثبت هذا المقطع لكن حذف كلمة بخير ولكن عائشة لا تطيب له نفسا النتيجة واحدة النتيجة موحدة هنا واحدة أن عائشة يعني تبغض علي لكن كأنه رأى كلمة بخير ثقيلة جدا عائشة فقط تتمنى الشر لعلي عليه السلام لا تريد له الخير لا تريده أن يذكر بخير فلذلك حذف كلمة بخير أيضا أحمد بن حنبل حذف كلمة البخاري ومسلم وأضرابهما حذفوا جملة بأكملها لماذا حذفوها الجواب واضح أيها الإخوة يفترض أن تستنتجه أنت أنت الآن لم تعد كالسابقين العوام غير المتعلمين أو غير المثقفين الذين خدعهم أمثال البخاري ومسلم وغيرهم من الكهنة كهنة السوء والدجل والتزوير والغش والخداع أنت الآن بحمد الله في عصر تتكشف فيه الحقائق وتتضح أمامك أظنك قد فهمت لماذا البخاري حذف هذا المقطع وكذا مسلم وغيرهما حتى لا تكتشف الأمة وتستنتج هذه النتيجة أن عائشة منافقة وفي النار لماذا لأن الأحاديث الصحيحة المشهورة بين طوائف الإسلام كما في صحيح مسلم مثلا برقم 2682 هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقسم المؤمنين وتميزهم عن المنافقين بهذا المقسم بهذا المميز وهو حب علي عليه السلام وبغض علي عليه السلام من يكون محبا لعلي عليه السلام فهو مؤمن ومن يكون مبغضا لعلي عليه السلام فهو منافق الحديث في صحيح مسلم عن زر قال قال علي عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة يعني قسم إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني ولا يبغضني إلا منافق زين فإذا كل من يحمل شيئا من البغض في قلبه لمولى الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام محكوم بالنفاق هذا منافق لأن المؤمن لا يمكن أن يكره علي أو يبغضه مستحيل من ذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يبغض أمير المؤمنين علي عليه السلام عائشة كانت مبغضة لعلي بدلالة الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن ابن عباس وفيها أنها لم تكن تطيق ذكر علي بخير يقول ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير ما معنى هذه العبارة تحب علي ولذلك لا تذكره بخير لا تطيق ذكره بخير أم تبغض علي أنت إذا واحد ما تحب تجيب اسمه على لسانك ليش ما تجيب اسمه على لسانك لأنك تبغضه تكرهه مسألة واضحة حتى حين تروي أنت واقعة من الوقائع فتبهم هذا الرجل ما تسمي تقول فلان مثلا تقول رجل ليش لأنك تكرهه من الداخل أنت ما قادر تتحمل تجيب اسمه على لسانك الشيطة بالأرق يقول اللي ما يتسمى اللي ما يتسمى أو ذاك الابعيد مثلا عرفت شلون وهكذا هذه مسألة معروفة يعني في فطرة البشر ثبت بالأحاديث الصحيحة أن عائشة لا تطيب لعلي عليه السلام نفسا بخير عليكم السلام ورحمة الله إذن هذا يثبت أن عائشة كانت مبغضة لعلي عليه السلام كارهة له وإن خفف بعض كهنة أهل الخلاف العبارة وقالوا إنها كانت واجدة عليه أستخدم أنت شنو ما شئت من التعابير لكن الحقيقة ثابتة بلسان ابن عباس لا تطيب له نفسا بخير ما طيقة ولذلك لا تذكر اسمه ثبت إذن أن عائشة منافقة لماذا لأنه عهد النبي الأمي لعلي صلوات الله عليهما وآلهما لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق لو كانت عائشة حقا مؤمنة في قلبها شيء من الإيمان لما أبغضت سيد المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وإذ ثبت أنها منافقة فإنما آلها أين الجنة أم النار وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها شوف الله تعالى بدأ بالمنافقين والمنافقات قبل ما يقول الكفار لأنه المنافقين وين في الدرك الأسفل من النار هؤلاء هؤلاء بليتنا بهم أعظم الكافر عدو شاخص واضح متضح معلن بكفره لكن المنافق عدو لكنه مستتر غير ظاهر في الظاهر يمثل أمامك ويتصنع الإيمان فيخدعك عائشة كانت هكذا هي في الظاهر تتكلم بالقرآن وتتكلم بالسنة وتتكلم عن مكارم الأخلاق أيضا والأحكام الشرعية وإن كانت تتلاعب بها كيفما تشاء وتحرفها كذلك لكن هذا الإنسان غير الواعي ممكن أن ينخدع بشخصية هذه المرأة الخبيثة ينخدع بهذا الظاهر هي في باطنها منافقة ليست بمؤمنة ومما يكشف عن هذه الحقيقة دلائل كثيرة إذا ما نوقشت هذه الشخصية التي ابتلي بها المسلمون هذه الشخصية يعني مسر أن النبي صلى الله عليه وآله لما يقول له أبو بكر إن عائشة مؤمنة إذا حلفت على شيء لا تحلف عليه كذبا يقول له النبي كلمة صادمة كما في مسند الشاميين للطبراني والرواية سندها قوي عند أهل الخلاف يقول له وما يدري كأنها مؤمنة إيمان عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وآله غير محرز غير ثابت عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو زوجها أعرف الناس بها إذا كانت عائشة مؤمنة حقا يمكن أن تغضب على رسول الله فتهجر اسمه وتصرحي تعترف بذلك إذا كانت عائشة مؤمنة حقا أتغضب على علي أمير المؤمنين عليه السلام وتهجر اسمه بل وتقاتله وتحرض عليه إذا كانت عائشة على هذا وهذا ثابت فهي إذن منافقة والمنافق مآله معروف وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم قرآن سورة التوبة اقرأ سورة براءة عائشة إذن منافقة بدلالة هذه الأحاديث الصحيحة وهي في النار بدلالة القرآن الحكيم وتستحق اللعنة الإلهية فلذا لما يأتي المؤمنون إذا ما ذكروا عائشة قالوا لعنة الله عليها افهم أنهم إنما يطبقون على عائشة حكم القرآن القرآن قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم لعنهم الله حكم القرآن على المنافقين والمنافقات وأمهم عائشة أمهن أم المنافقات عائشة سيدة النفاق في الإسلام حكم القرآن حكم القرآن على هذه المنافقة وعلى كل منافق ومنافقة اللعن وأنهم في جهنم خالدين فيها هي حسبهم لعنهم الله ولهم عذاب مقيم الآن عائشة مقيمة في العذاب الآن الآن في هذه اللحظة التي نتكلم نحن فيها لو كشف الحجاب لنا لرأينا عائشة الآن تشوى في النار تشوى يشوها شوي لما فعلت برسول الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين وبأئمة أهل البيت الطاهرين عليه وسلم بهذا الإسلام العظيم الذي حرفته وبما أحدثته من فتنة بين المسلمين حتى سفك بعضهم دماء بعض وإلى اليوم هذه الفتنة مستمرة بسبب عائشة ومن اعتمد على عائشة وعلى التراث المغلوط الذي جاء عن عائشة هذه هي الحقيقة التي لم يرد البخاري ولا مسلم ولا النساء وابن ماجا وأضرابهم هذه هي الحقيقة التي ما أرادوا أن تصل إليك أيها المسلم وأيتها المسلمة أرادوا أن تضيع هذه الحقيقة وأن يغطى عليها فلما وصلهم حديث عبيد الله عبد الله بن عتبة الذي سمع من عائشة ونقل ما قالته عائشة لعبد الله بن عباس فكشف عبد الله بن عباس أن عائشة تبغض عليا ولا تطيب له نفسا بخير لما وصلهم هذا الحديث خرجوه في صحاحهم وفي كتب الحديث عندهم لكن مع تزوير حذفوا هذا المقطع ولكن عائشة لا تطيب له نفسا بخير قالوا لا هذا المقطع يحرجنا هذا المقطع ينسف ما نريد أن نخدع به هذه الأمة أن العلاقات بين علي وبين عائشة كانت علاقات طيبة وفل الفل مثل ما يقولون إخواننا المصريين لا نريد الأمور هكذا تبقى وهذا مخالف للحق مخالف للحقيقة طيب الحديث الذي وصلنا هذا لفظه أسهل الطريق هو ماذا نفعل انقص الحديث انشيل الفقرة الأخيرة كفى الله المؤمنين القتال وخلصنا لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يفطحهم ويكشف تدليسهم وكذبهم وخداعهم لهذه الأمة إلى أين يمكن أن تفروا بجرائمكم هذه في حق السنة وفي حق الحديث والأثر من الذي خول البخاري أن يتلاعب بالحديث هكذا من الذي خول مسلما أن يتلاعب بالحديث هكذا وغيرهما لا أحد الأمين الموثوق الصادق الذي يمكن أن نثق به هو الذي يأتيه الحديث فيأخذه ويرويه كما هو كما هو حتى وإن كان يخالف بعض ما يتبنى لك أن تناقش لك أن تضعف الحديث مثلا لك أن يعني توجهه تؤوله ممكن هذا شريطة يكون هناك ضوابط معينة أما أنه تحذف الحديث أو تحذف من الحديث تزور في الحديث نفسه وثم تدعي أنك من أهل السنة أية سنة هذه إلا اللهم أن تقصد من هذه السنة سنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أدانهم الله عز وجل بأنهم كانوا يحرفون الكلمة من بعض مواضعه هذا أسلوب الملل الكافرة الملل التي أدانها الله عز وجل أنها الحقائق التي تصلها تقوم بالتلاعب بها وتزويرها وجدنا البخاري متبعا لأثر هؤلاء وجدنا مسلما متبعا لأثر هؤلاء وجدنا ابن ماجة كذلك وجدنا النساء كذلك البيهقي كذلك كلهم ليس بعضهم أفضل حالا من بعض حتى الحاكم الحاكم النيسابوري الذي بعض الأحاديث التي تثبت حقوق أهل البيت عليه السلام قد أخرجها في مستدركه المستدرك على الصحيحين إلا أنه في بعض هذه الموارد أيضا وجدناه قد زل وارتكب الجريمة ذاتها وهي جريمة التزوير والتحريف إما هو من تلقاء نفسه وإما من خلال الاعتماد على شيوخ له يعلم أنهم زوروا عمدا لأن لفظ الحديث الأصلي قد تبين الآن معنا حديث الأصلي من الشيوخ المتقدمين هذا لفظه في هذه العبارة ولكن وجدناها في المصادر اللاحقة محذوفة هذه اليد الخائنة التي حرفت الأحاديث ينبغي أن لا تحترم صاحبها لا يحترم ولذلك نحن ندعو هذه الأمة إلى إعادة النظر في من يتلقون منهم السنة نقول يا أيها الناس لا تتلقوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله من البخاري ومن مسلم ومن أمثالهما هؤلاء ليسوا بمؤتمنين على السنة رجاء هؤلاء هؤلاء هذه فضيحتهم فضيحتهم أمام أعينكم وأنتم لكم الخيار في أن تتبعوا أمثال هؤلاء وتثقون بهم وتبقون على هذا المذهب المبتدع المزور المحرف المليء بهذه الأكاذيب وتبقون تعيشون في هذه الخديعة الكبرى وبين أن تنتقل بخطوة شجاعة إلى طريق النور طريق اتباع الأئمة الأطهار من آل رسول الله صلى الله عليه وآله فتأخذون السنة منهم أظن أن الحجة قد تمت ولا تزال تزداد متانة وتمامية يوما بعد يوم فهذا العصر هو عصر آل محمد عليهم والسلام وشيعتهم لا عصر الخائنين ولا عصر المزورين ولا عصر المخادعين تفضل شكرا جزيلا شيخنا الكريم على هذه الورقة القيمة نستقبل أول اتصال من الأخ عبد القادر من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا شيخ ياسر الحبيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ياسر الحبيب في حقيقة أنا آسف ولكن عندي داني القاطع من القرآن الكريم لأنك كافر بجهلك وبغلوك وبي يعني بجهلك وغلوك في الصحابة وفي أم المؤمنين الآية الأولى وهي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلوك عليهم أنت كذبت هذه الآية لأنك تقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم تجاهد الكفار والمنافقين لأنك تقول بأن عمر رضي الله عنه وعند الله عن روح الطاب يا عبد القادر عبد القادر عبد القادر ثماني اسمع لا تترضى في هذه القناة على أبو بكر أو عمر أو عائشة فتعرفنا عنهم فورا بدون ترضي رجاء تفضل كامل سؤالك نكذبهم ونأخذهم بكرامك وتأويل تأويل عن روحات فلا نحتاج القرآن الكريم لماذا أحتاج القرآن الكريم ولا أطبقه القرآن لا قوله طيب يا أيها النبي عبد القادر عبد القادر السؤال التالي لو سمحت فهمه ووصت الصورة عندك سؤال آخر هذا هو السؤال شكرا جزيلا شكرا جزيلا بارك الله بك من أولا هذا السؤال غير مرتبط بورقتنا البحثية على الأطلاق كما تروا محاولة فقط لتشتيت البحث لا أكثر وأظن أنك بسؤالك هذا كشفت عن جهلك أنت لا جهلنا نحن لأنه إذا قلت إن قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم موجب لزوما لأن يرفع النبي صلى الله عليه وآله سيفه على كل منافق ومنافقة للزمك من هذا أن تقول واحد من أمرين إما أن النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله كان عاصيا لله إذ لم يجاهد المنافقين المعروفين في المدينة من أمثال ابن سلول مثلا فقد عصى النبي لم يجاهد هؤلاء وإما أن تقول بأن هؤلاء ما كانوا منافقين فأيهما تختار لا يمكنك طبقا لمذهبك أن تختار الأول ولا أن تختار الثاني لا يمكن أن تقول إن النبي صلى الله عليه وآله كان عاصيا لله عز وجل ولا يعرف القرآن ولا يعرف ما أمر به في القرآن كما لا يمكنك أن تلتزم بتبرئة ابن سلول مثلا وهو المجمع على نفاقه تقول إنه ليس منافقا بدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجاهده ولم يغلظ عليه بل على العكس النبي عامل ابن سلول معاملة لطيفة جدا لم يغلظ عليه البتة حتى أن ابن سلول لما توفي النبي قام وصلى عليه بل وكفنه بقميصه صحيح فأيهما تختار انظر إلى جهلك يا أخي حاول أن ترتقي بفكرك فإذا كان الجواب الأول باطلا الجواب الثاني باطلا فلا بد أن يكون الجواب الثالث هو الجواب الصحيح وهو الجواب الذي يقدمه شيعة أهل البيت عليهم السلام أن معنى قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لهذا المعنى السطحي الذي أنتم تتوهمونه وهو ضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله يعلن الحرب بالسيف ويجاهد المنافقين والمنافقات قتالا وإذ لم يفعل ذلك حسب دعواكم بخصوص أبي بكر وعمر وعائشة فإذا ثبت أنهم مؤمنون لا نحن لا نقول بذلك نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله قد جاهدهم بالفعل أي جهاد أي نوع من الجهاد لا ذلك الجهاد الدموي وإنما جهاد الكلمة جهاد البيان جهاد الموقف النبي صلى الله عليه وآله له مواقف ضد هؤلاء المنافقين حتى أمثال عائشة وأمثال حفصة وأبي بكر وعمر وأشباههم ما كان النبي ساكتا عنهم جملة بل على العكس لطالما حذر الأمة منهم لطالما بين أنهم عصات لطالما بين أنهم منافقون لطالما كشف عن أن الأمة ستبتلى بهم عائشة مثلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله قرن الشيطان رأس الكفر منبوحة الكلاب أي تكن تنبح كن تنبحها كلاب الحوأب إلى غيرها من حقائق كلها موجودة في كتب السيرة وفي كتب الحديث والأثر تكشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله قد تكلم وهذا نوع جهاد فإن جهاد اللسان من أقسام الجهاد كل ما عليك هو أن ترتقي بفكرك وتحاول أن تفهم أكثر لدينا بشرة سارة لأستاذ المشاهدين الكرام وهو إعلان تشيع الأخ محمد من بغداد السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك أخي محمد حبيب الغالي شون صعتك أخويا الله يخليك أخي محمد بداية أحب أن أسألك هناك فضول لدي ولدى المشاهدين الكرام كيف تشيعت والله تابعاني هواي حلقات للسعيد بس أكتر شي لشيخ ياسر الحبيب نعم فعنده محاضرة كل شي أجبت لي قال عنده مستعداد يطعن بالقرار زين وما يطعن بعائشة فأكت كتاب البخاري ما السحر الرسول نعم فشبت هاي على قنوات البكرية شخص يتصل بهم يقول لا الرسول السحر بس عائشة المنعولة ما مسحورة فعدهم استعداد يطعن بالرسول بالقرآن وما يطعن بعائشة زين طيب أخي محمد وكتاب البخاري هذا عمر نعم يقول أن الرسول يهجر زين وأكثر شي الورقات البحثية مان الشيخ نعم أنا تابعن كلهم منها الحلقة واحد يتلافي زين نعم قلن طلع الشيخ زين شنا ما نعرف والله العظيم الصح من الخطأ عائشة 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 وم المؤمنين وطلعت هي أم الكفار مو أم المؤمنين طيب زين أخي محمد هل أنت تحبيت على التشريع على هذه القناة نعم إن شاء الله أخي محمد هل أنت مستعد الآن أن تتلقى شهادة التشريع من شيخ ياس الحبيب نعم إن شاء الله شيخنا تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام شيخنا شلونك الله بارك بكم ومحياكم الله وبياكم أمني أشوفك والله العظيم شيخنا أمني أشوفك جزاكم الله وخيرا أهلا وسهلا بك إبتك الله على الإيمان والهدى وأنتم كذلك إن شاء الله بارك الله بك على بركة الله تعالى قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حججوا الله واشهد أن أبناء المعصومين حججوا الله صلوات الله عليه صلوات الله عليه أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان من أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيتي رسول الله وسائر أعداء بيتي رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بيتي رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار صلوا على محمد وآله الأطهار الله صل على محمد الله محمد وعنجل ورجو والعام أدعو لكم وفقكم الله تعالى وجمع الله قلوب العراقيين جميعا إن شاء الله على موالاة آل محمد عليهم والسلام والبراءة من أعدائهم إن شاء الله كل طوائف هذه الشعب يجتمعون على هذا الشيء إن شاء الله شكرا جزيلا أخي محمد وقد دخلت سرع على قلوبنا بارك الله بك لدينا اتصال آخر عبر التطبيق الواتساب معنا الأخ محمد من البصرة السلام عليكم أحمد عفوا أحمد من البصرة السلام عليكم أحمد السلام عليكم أحمد هل تسمعوني؟ الظهر ميسمعني أحمد السلام عليكم أهلا وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل سؤالك أخي أحمد أحمد اسمعني من التليفون لا تسمعني من التلفزيون رجاء أحمد أحمد شيخ نعم عند الشيخ كانت سلسلة اللي هي كيف زيفة الإسلام صراحة قبل أن يتطرق لهذه السلسلة كان الأولى به أن يقول أو أن يتطح كيف زيفة لأن أحمد الوائلي وحسن فلالله ته وقيت له نعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا تقريبا المضمون كانا متضبحة كرام لقد وصل إلى ظروفة الكنترول فيديو عبر تطبيق الويتساب لنشاهده سوية تفضل أخي المخرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز الحبيب أدامك الله ضل للشيعة وللإسلام أنت وضحت حقائق كثيرة وأكيد دين السنة اللي هم يتبعوا على أساس عمر وأحوان عمر دين باطل دين قدع ما جفت مننا دين صحيح السنة والشيعة احنا نتبعها والحمد لله شكرا رب العالمين واشننسأل الله سبحانه عز وجل أنه هو يرحم ذول أخواننا أخواننا السنة البكرية الله يرحمهم ويهديهم على الطريق الصحيح فسا احنا مريد شيء من عندهم احنا نريد نخلصهم هذا ضلالة بلنطلحهم مننا الضلال يتبعوني عمر يتبعوني معاوية يتبعوني معروف شنو هو يقرأ يقرأ تاريخ معاوية نعنى تلوحهم معاوية يقرأ تاريخ عمر ما جاء يقرأ تاريخ عمر كلهم آسوا وخداعوا يعني ما أعرف دمروا الإسلام لعبوا فلك بالإسلام يا أخي أدعقى البشر أدعقى الله سبحانه عز وجل نهوره بالعقل الصحيح خلا يبدل الصحيح من الغلال أمشى على المسار الصحيح اتبع خط بصن رب العالمين خط هو أهل بيت الرحمة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أتبع أتبع محمد صلى الله عليه وسلم أتبع الأهمة عليهم السلام ما أتبع عن أعداء هل البيت أعداء هل البيت ضلالة ودونة للتهلكة وأعزائي المشاهدين أنا ما عندي غير الحجز وأنا صار عمر 28 سنة ما أسمعت إحجاية صحيحة من سنة من عالم سني ما أسمعتهم رشدهم وضوءهم كل غلط بغلط صلاتهم كل غلط بغلط أصلح وضوئي أصلح صلاتي وأتقرب بالعالمين وغير على ما عندي أضيفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته بارك الله بك هذه الفيومة جيدة أنه أم نشوف الناس صوته صورة الحمد لله ونحب نسمع آراء الجميع إن شاء الله وكذلك ملاحظاتهم نعم جيد طبعا المجال هم مفتوح حتى لغير الشيعة يعني أنه من يريد حتى أن يتداخل ويتكلم أهلا وسهلا به لا مانع على الإطلاق بس زينا نرى الشخص يعني كأنه معنا يعني كأنه جالس معنا ونتحدث معه باشرة نعم إلا خدمات الانترنت صارت تقنيات جدا متطورة وجيدة ومجانية كذلك الحمد لله ونوه مرة أخرى لأجساد المشاهدين الكرام بإمكانهم المشاركة في هذا البرنامج من خلال إرسال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين إلى الرقم الهاتف الواتساب الموجودة في الشاشة وأظن طبعا إرسال الفيديو هو أفضل وسيلة لأنه في بعض الأحيان تكون الشبكات سيئة للإنترنت في بعض الدول فإرسال الفيديو هو أفضل طريقة لدينا بشرى سارة أخرى للسادة المشاهدين الكرام وهو إعلان تشيع الأخ عبد الله من المغرب السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وعليكم والسلام ورحمة الله والحاضر اللي معكم الله الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله الحمد الله الله يخليك أخي عبد الله هل لك أن تعطينا والسادة المشاهدين الكرام نبذة عن كيفية تشييعك؟ واخر واخر كنت سيدينا في حديدة باستسيح تدي واحد سانة ونص سانة ونص ولكن أقيت واحد النهار كنت أقلب على القناة ديال الشعاب دون كان زبان القناة برسيخ الحديد جاب واحد محاضرة على عمر لما يعني بغي يمشي حج من مكة هنا المنورة إلى مكة كان يلقاس ويغني ويحتى جاء واحد السفن العراق قال له أنت لا يلق بك يا أبي المؤمن هذا وحاجة آخرى على سيدي لما قادي يدرغ سمحت سيخ الحديد يعني لديك شاكينة اللي ما بلقشني شيء أبي بكر اللي كيقول خالفة المسلمين وهذا شفت يعني وفدها يخرج بد المؤمنين آخرين يعني شملاتهم الساكنة وهو ثم في الغار يعني مشكلة مشكلة وشيء أنه السيخ الحبيب شبرت عنه أنه منافق ثم الساعة يتقن قرأ شوية شوية وزباست يتشف عندي وحك تبدو منه كثير وجدت يعني ذك الرسالة اللي بغي باللغ ولما ردوا علي عليه السلام قال له هذا الرسالة لا يبلغ عنه إلا رجوع من أهل وفي ذلك شاب ودكساع اتبعكم قطرا على هذا الشيء لا تشييع إن شاء الله إن شاء الله شيخنا الجليل الأخي عبد الله معكم لتلقي هذا الشيء إن شاء الله على بركة الله تعالى قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين وسيد الحلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين ومبرأ من كل عيب وشين صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومون حجاج الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار إلى الأبد الأبدين في الله صل على محمد وآله الأطهار اللهم صل على محمد آل وحفصة وحفصة وعكي قرضا ولا أعداء أمي أن لك أخانا الكريم ركوبك سفينة النجاة وأسأله سبحانا يجمعك بمن تحب بالمصطفى وآله الأطهار عليه السلام في الجنة يا سيخ الحبيب الله يبارك بكم وفقك بكم يا سيخ الحبيب نعم تفضل يا سيخ الحبيب خير الله يجزيك بخير أدعو معي يعطينا ربي شوية العلم هذا بس أنا نكون هنا في المغرب لندعي الناس ونقول للناس الحافقة الله يبتصار خيرك الله يجزيك بخير إلهي آمين إن شاء الله أدعو لك بذلك حماك الله ووفقك وَجَعَلَكَ مِمَّا يَنْتَصْرُ بِهِمْ يَدِينَهِ شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أخي خالد بارك الله بك عندنا اتصال من الأخ خالد من القاهرة السلام عليكم خالد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل انتوا طبعا بتقولوا إن يعني عشاء سلاس له ومنافقين على في المغرب على في المغرب على في المغرب نعم طبعا سبحية تعالى وعداء اللي جنة وعلا خالد 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 بشويش بشويش حبة حبة عشان نفهم عليك انت تتكلم سريع يعني تفضل اتوا تقولوا السيدة عشاء السجرة في الدار وأخذ بالنار وأنها أم كافتين الأم المنافقين وأنا منافقة وأعزة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عزالة وأنا صدق السيدة المعليا أنها وقت كذا وكأن أعزة عشاء أم المؤمنين وعن الله تعالى قالت النبي أولى المؤمنين السيدة عشاء هي في الجنة وفي ذلك النبي الله سلم يا خالد يا خالد شوية 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 خالد طيب طيب بس بس ايه ايه ربط ده بالموضوع الحلقة لا انا طلع على شوية طعلي اكتر 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 الله تصح من غفلتك وتكتشف ان عائشة لا تستحق ان يترضى عنها بل تستحق ان تلعن لو انك تدبرت جيدا فيما قلناه في ورقتنا البحثية في هذه الجلسة في هذه الليلة لا علمت ان حكم القرآن على عائشة انها تلعن لانها منافقة عائشة يقول ابن عباس ابن عباس ثقة عندك ام ليس بثقة ثقة انه صحابي على تعبيركم حبر العمة يقول ان عائشة لم تكن تطيب نفسا لعلي بخير على الاطلاق تكره حتى ما تذكر اسمه كره علي وبغضه نفاق بحكم رسول الله صلى الله عليه وليا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق حكم الله على المنافق انه في النار وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها فالنتيجة اذا ان عائشة في النار انت تقول انه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه وامهاتهم صحيح امنا وصدقنا ولكن بالقيود والشروط التي وضعها الله عز وجل في كتابه وبيّنها نبيه صلى الله عليه وآله في سنته الله تعالى قال يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فالتي تتقي امنا وعلى راسنا ونحترمها كالسيدة خديجة عليها السلام مثلا او السيدة ام سلمة عليها السلام مثلا اما التي لا تتقي الله عز وجل فهذه عليها ضعفان من العذاب يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فعائشة تعذب دبل مو مرة واحد دبل تتعذب شيخنا احمد من البصرة المتصل عبر تطبيق الويتساب قال كان هناك لدى الشيخ الحبيب سلسلة محاضرات بعنوان تحت كيف يزيف الاسلام يقول كان يجدر بالشيخ يبتدئ بسلسلة محاضرات تحت عنوان كيف زيف التشييع لوجود اشخاص بتريين مثل نصر الله الوائلي محمد باقر الصدر وغيرهم يعني انا بيانت سابقا للاخوة المؤمنين ولعل اخرها كانت في الكلمة في ميلاد امير المؤمنين صلى الله عليه قبل ايام انني كنت انوي ذلك يعني انوي انه بعد كيف زيف الاسلام نبدأ بكيف زيف التشيع والله يستر لا نصل الى مرحلة كيف زيف الرفض ايضا لكن ما زلت مترددا والسبب هو ما بينته انني ارى ان المجتمع لم ينضج بالقدر الكافي الذي يكون فيه مؤهلا لان يسمع هذا الخطاب بحقائقه الصادمة ولا يتزلزل امره خاصة اننا لا نزال كما تعلمون في حرب فكرية وحضارية مع ملل اخرى ومذاهب وطوائف اخرى فلذلك وجدت ان الاجدى والافضل ان نركز على كيف زيف الاسلام وعرضا او في الاثناء نتولى امر البترية الخبيثة ونفطحها كذلك وانبين ما مارسته من تشويه متعمد لمنهاج اهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام واستئكال بهم في ثنايا حديثنا وحيثما تسنت لنا الفرصة لذلك واتصور ان القدر الذي قمنا به يكفي الى حد ما في انارة الطريق لمن يريد ان يمضي فيه يعني من يريد ان يعرف كيف زيف التشيع حقا يمكنه من خلال هذه الكلمات ومن خلال هذه الاثارات المنهجية ان ينار له طريق ما فاذا مضى فيه فانه سيكتشف حقائق وحقائق اكثر فاكثر وادعو لنا لعل الله تعالى يوفقنا مستقبلا لافراد سلسلة خاصة بهذا المبحث المهم وصلنا طبعا مقطع ايضا واتساب من احد الاخوة اسمه فريد من الاهواز ونشاهد سوية في الغربة الارحام والاعمام والطائفة ذو الغربة يعني الاسرة وكتاب تفسير الكشاف للزمحشريه للزمحشريه قال لا اسى لكم عليها اجرا الا المودة في الغربة يعني غرابة رسول الله وتفسير ان غرابة رسول الله علي وفاطمة واولادهما ووجب حبهما على كل مسلم ومسلمة وهنا كذب البخاري وتفسيره على وافتراه على رسول الله وهذه الرسالة موجهة الى بحثنا ورغة البحثية اليوم وأما من كذب صحيح البخاري باب مناغب الزهراء سلام الله عليها وهنا وجهة النظر وهنا جواب على هذا بكذب البخاري لما توفيت فاطمة الزهراء من بعد ستة أشهر وبعث لأبو باك تأتي وحدك وبعث علي لأبو باك تأتيني وحدك ولا أحد معك كارها أن يكون معاك عمر لمبايعة أبو باكر كراهية شكرا جزيلا إلى الأخ الذي شارك بهذا جزاها الله خيرا يعني مداخلة كانت جزاها الله خيرا شكرا جزيلا مداخلة قيمة بارك الله بيك قادر من المغرب السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا شيخ أهلا وسهلا بك أهلا أحوال الله بارك بكم الحمد لله الحمد لله أنا مطمئن كثيرا بهذه دراميج لديركم أستاذ لدينا كريم الحبيب ما أريد أن أقوله هو هو هذا الشهر الجديد التي تنطقون بها زي تزيدون فيها علي ولي الله نعم ولي الله فعلا وفاطمة الزهرة سيدة العالمين فعلا وأبناء يعني من أخير الشباب الجنة جدا نعم ممتفقين وعمر وعمر وأبو بكر في النار هذي بحل هذي في النار غير الله تعالى هو اللي يعرف اللي غادي دي النار واللي غادي دي الجنة بش أنا ماذا بيانا يعني هذا هالشاهداء دي سيدنا عالي للاحظ هذا نحن صغري نحن معمرو نقوله عالي نحن دايما نقوله سيدنا عالي ونقوله مثلا موسى ندير نقوله سيدنا موسى ومثلا من نقوله عيسى نقوله سيدنا عيسى ومن نقوله إبراهيم نقوله سيدنا إبراهيم لأننا نحن يمين نقوله سيدنا عالي كان يبنى عنده الروت بها هنا عنده في المغرب بها الأنبياء وخهوة ما شنابي أحسن وأقدر وأشرف المشاط على وجه الأرض طيب أخي قادر لكن هذا سؤالك ليس لو ناقفين موضوع الحلقة أخي قادر والشيخ الحبيب قد أجاب عليه قبل قليل يعني لم تنتبه لي ربما سؤاله عن خصوصية الشهادة يعني حسب ما فهمت نعم يا أستاذ يعني هذه وشف مقبولة يعني إيمانيا ودينيا الشيء اللي بريتنا عرفيها أستاذ جديد إن شاء الله شكرا جزيلا إن شاء الله والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لدينا اتصال آخر من الأخ أحمد من القاهرة السلام عليكم أحمد أهلا وسهلا الحمد لله الله يخليك تفضل حياكم الله وإياكم أهلا وسهلا الحمد لله نحمده وتعالى ويبارك بك وأنتم كذلك إن شاء الله الفضلات الشيخ أنا عندي سؤال غير معضوها الحرقة معضوها الحرقة عن عائشة وقضائعها وقضائح البخاري وعيدن الحمد لله رب العامين تابع حرقات تقليل حضرتك كثير وعندي خصية كبيرة عن حاجة معضوها أما السؤال هو خص سحر وقع السحر الذي حدثت مع سيدنا موسى وفرعون عليه على سيدنا موسى ومع وجه المكرمة بين هذه الآية اللقص وبين حديث عائشة في حديث السحر المريح عليها نعم إن شاء الله في حديث السحر المريح صلى الله عليه رسول الله عنده إيماني من قلبي ومن قلبي إن رسول الله ينقصو ما وراء من كل عجل نشاكل لكن هو مجرد الشعر التريق يوجد طيب شكرا نعم كيف يكون الرق بين بين هذا وبين قوليك على كل ما كنت بدعم من عبور حيث أنه لو وقع السحر أو المسيان حيث في عيات المخرى في قصة سيدنا موسى وريدنا يسعى عبد النون عليهم السلام بقوليك على نسية خودهم نعم شكرا حيث أنه لو وقع السحر أو المسيان على نبي من الأنبياء سامر مانيا عن يبع السحر أو المسيان على عبد الله هذا شكرا لذلك رحوا عليه نعم أحد أطفال إن شاء الله شكرا جزيلا أخي أحمد بارك الله بيك أخوتي المشاهدين كرام وصلنا عبر تطبيق الويتساب فيديو من أحد الإخوة المشاهدين نشاهد سوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ ياصر الحبيب نحن نتكلم على السيد أبو الطفيل عامر ابن واثلة فإحنا كما قلنا أن الإمام البخاري لم يروي عن السيد أبو الطفيل لأن الإمام البخاري اشترط اللقي والمعاصرة والمعاصرة وعامر ابن واثلة رأى سيد النبي صلى الله وعلى الله في حاجة الوداع ولذا أخرج له مسلم في مواضع في مواضع كثيرة والدليل على هذا أن سيد أبو الطفيل أخرج له مسلم ليس متصلا يعني لم يكن يروي عن سيد النبي بشرة وإنما كان يروي عن كبار الصحابة فكان يروي عن سيد معاذ بن جبل حديث 1150 وكان يروي عن سيد عامر الخطاب 1853 وغيرهما والدليل على أن الإمام البخاري قد روى له فقد أخرجه في التاريخ الكبير بإسناده عن السيد بلال يعني أبو الطفيل عنه مثلا عن السيد بلال قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم إن لك كنزا في الجنة فلذا روى عنه البخاري في التاريخ الكبير وأما الحديث الذي الذي يخرجه للبخاري أنه سمع ابن عباس يقول بلغ سيد عامر الخطاب أن فلانا كان يبيع الخمر فهذا فعلا تحمله الإمام البخاري عن السيد الحميدي ولكن أيضا أخرجه شيخ البخاري ابن أبي شيبة بنفس الإسناد بنفس إسناد الحميدي حدثنا سوفيان حدثنا عمر بن دينار قال أخبارنا تموس نفس الإسناد وابن أبي شيبة يعتبر من شيخ البخاري كالحميدي ولذلك قال قال بلغ عمر الخطاب أن فلانا يبيع الخمر فذكر ابن أبي شيبة أيضا فلانا وهو موجود في الجزء الخامس صفحة 187 الحديث برقم واحد ولذا وكان صنيع البخاري هذا ليبين أنه قد تحمله من شيخيه الحميدي طبعا هذه كانت مشاركة هذه كانت مشاركة من محمد فارس الشيخ المتصل الذي كان ينتصل في بعض الحيان في البرنامج ونشكره على هذه المشاركة شيخنا ما هو ردكم على محمد فارس الشيخ يعني أنا مع احترامي للأخ الكريم لكن يبدو أنه لا يركز جيدا معنا لأننا كل هذه الأمور سبق وتطرقنا لها بتفصيل في الأوراق البحثية ونقلنا الأقوال فيها ومع النتائج التي توصلنا إليها لا يمكن ترك المجال لمثل هذه الافتراضات التي افترضها الأخ الكريم محاولا بها تبرئة ساحة البخاري وأمثاله يعني نحن نبهنا أن البخاري ترك حديث أبي الطفيل وليس معنى تركه أنه لم يروي عنه البتة إنما روى عنه مرة واحدة في الصحيح صحيح البخاري على سبيل المتابعات والشواهد لا أكثر أما لم يستقل في الرواية عنه مع أنه كان من من يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أصحابه كذلك والسر في هذا الترك وهذا الإعراض هو ما بيّنه الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية وهو أيضا من أمهات كتب الجرح والتعديل عند أهل الخلاف يقول أن أبا عبد الله بن الأخرم سئل لما قال وسئله لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة قال لأنه كان يفرط في التشيع فمع هذا الذي يثبته الخطيب البغدادي أن علة ترك البخاري لحديث عامر بن واثلة أبي الطفيل هو الإفراط في التشيع لا يمكننا أن نأخذ بقولك يا أخانا الكريم يعني مهما بلغت أنت من مبلغ في العلم مثلا فإنك لا ترقى في حجية قولك إلى ما قاله الخطيب البغدادي وما رواه عن الأخرم وعن غيره من أئمة هذا الفن أئمة فن الجرح والتعديل هم يعلمون بأن ترك البخاري لحديث أبي الطفيل هو بسبب ما سموه إفراطا في التشيع لأن أبا الطفيل كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المتشيعين وقد ذكروا أنه كان يؤمن بالرجعة رجعة أهل البيت عليه وسلم وهذه العقائد التي هم يعتبرونها غلو فلذلك ترك البخاري حديثه فلا يقال إن ترك حديثه لعلل أخرى هذا الأمر غير مطروح لأنه هذا يكون من قبيل الرجم بالغيب يعني مع وجود مثل هذه التصريحات التي ذكرها علماءكم ومحاولة ومحاولتك أيضا تبرئة البخاري بأنه لما وجدت كلمة فلان في حديث سمرة بن جندب وأنه الذي باع الخمر أنها موجودة في مصادر أخرى هذه أيضا تطرقنا إليها وقلنا إن البقية أيضا فعل الذي فعله البخاري يعني أنت هنا لا تبرئ البخاري بأن تثبت أن غيره ارتكب الجريمة ذاتها حتى وإن كان ابن أبي شيبة وقد بينا أحيانا بأن من يأخذ منهم البخاري كالحميدي مثلا جاءوا بالألفاظ الأصلية للحديث لكنه كان يتعمد تغيير هذه الألفاظ وقد صرح علماءكم ونقلنا تصريحاتهم في أن البخاري كان يرى جواز التصر في الروايات والأحاديث يعني هو كان يرى أن له الحق في أن يتلاعب ويغير ويبدل في بعض الأحاديث وغدا إن شاء الله نأتي أيضا بشواهد أخرى غير التي ذكرناها سابقا وغير التي ذكرناها الليلة كلها تثبت بأن البخاري كان يتعمد هو بنفسه التغيير يعني نحن هنا لعل بعض الموارد التي ذكرناها تستطيع أنت أن تأتي بمثل هذا التنطع على حد تعبير ابن حجر فتقول بأنه لا وجدنا غير البخاري من شيوخه الرواية جاءت هكذا بهذا اللفظ فيها فلان فيها كذا وكذا ولذلك البخاري إنما كان ناقلا لم يكن هو المتصرف وهو المزور بنفسه مع أن هذا لا يصح بحد ذاته قد أبطلناه فيما سبق وهو من قبيل التنطع أيضا لكن مع ذلك بعض الشواهد التي جئنا بها وسنأتي بها لا يمكن أن تقبل مثل هذا العثر لأنه مثلا يكون لدينا مصدر من المصدر ما أخذ منه البخاري ولم يأخذ من غيره بهذا الطريق فقط وهذا المصدر وجدناه يأتي بالرواية بتمامها ولكن نفس الرواية بنفس المصدر بنفس السند لا عن شيخ آخر لا عن مصدر آخر وجدناها في البخاري محرفة فمعنى ذلك أن المحرف هنا ليس شيخا للبخاري والبخاري مجرد ناقل بل المحرف هنا هو شخص البخاري ذاتا بعينه فلا يمكن مع هذه الكثرة من الشواهد أن تبر ساحة البخاري أرجو أن تكون منصفا وأن تتق الله تعالى فيما تقول شيخنا قادر من المغرب كان يسأل حول موضوع بأنه نحن متفقين بأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل بيتي هم خير البشر ولكن لا نعرف بأن الثلاث يقصدوا بكر وعمر وعثمان هل هم في النار أم في الجنة هذا الموضوع ليس مقبولا لا إيمانيا ولا دينيا ما هو ردكم يعني أعجب من هذا الكلام من الأخ الكريم أنه يقول مثل هذا الكلام وها نحن نبين كرارا ما هي الأدلة على أن هؤلاء منافقين وإجماع الأمة على أن المنافقين في النار نحن كيف نكتشف أن فلانا منافق أو فلانا منافقة بالأدلة إذا وجدنا أدلة صحيحة تامة في أن الصفات المنافقين كانت في هؤلاء حكمنا عليهم بأنهم منافقون وأنهم في النار لأن هذا هو حكم القرآن عليهم فأن تقول أنه ليس هذا هو الإيمان هذا أمر عجيب إلا أن تكون غير متابع لنا جيدا يعني متابع لهذه الأوراق البحثية وهذه السلاسل العلمية فحين إذن يزول العجب تعجبنا حين إذن يزول أنا أنصحك يا أخان الكريم أن تتابعنا جيدا أن تستمع إلى محاضراتنا جيدا إلى خطاباتنا إلى سلاسلنا إلى جلساتنا البحثية هذه وسلاسل السابقة كذلك يعني استمع جيدا لسلسلة كيف زيف الإسلام سلسلة أكذوبة عدالة الصحابة سلسلة الاعتوار في المذاهب الأربعة عثمان بن عفان محمال الخطايا أهل السنة أم أهل الخدعة هذه السلاسل تكشف لك عن أن هذه الشخصيات التي أنت يعني تظن فيها الخير كانت شخصيات شريرة وكانت شخصيات منافقة في كل سنة نحن مثلا في السابع عشر من شهر رمضان المبارك الموافق لذكرى انتصار المسلمين في بدر والموافق أيضا لهلاك عدوة الله عائشة نحن نلقي خطابا عادة في احتفال خاص بهاتين المناسبتين العزيزتين وفي كل خطاب في كل سنة نأتي بدليل جديد على أن عائشة في النار لأنه شعار هذه الاحتفالات عادة هو الله أكبر عائشة في النار فاستمع لهذه الخطابات يعني دائما نروح وابحث في الانترنت من الآن هاي يمكن السنة السابعة الآن أو تجاوزنا احنا مقبلنا على السنة الثامنة فاستمع هاي يعني إذا قلنا سبع سنوات يعني اندكشنه في كل سبعة أدلة سبعة أدلة لأن عائشة في النار من القرآن ومن السنة فحينئذ تفهم بأننا لما شهدنا على هؤلاء أنهم في النار كان ذلك تطبيقا لحكم الكتاب والسنة ولنا سلفنا الصالح في ذلك لنا سلفنا الصالح في ذلك فإنه مثلا عندنا في رواياتنا أن من كان يتشيع في الصدر الأول كان يأتي إلى إمام زمانه كعلي أمير المؤمنين عليه السلام ويستأنف الإسلام جديدا ويشهد على هؤلاء المنافقين أنهم في النار أحد من تشيع مثلا كان خادما لعثمان بن عفان ويقال له المهدي هذا يعني اسمه جاء إلى علي نمير المؤمنين عليه السلام وقال له أبسط يدك أبايعك وقال أشهد مضمون الرواية أشهد أنك إمام مفترض الطاعة وأن من تقدمك أي أبو بكر وعمر وعثمان في النهر وهكذا فعل محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه مع أنه ابن أبي بكر أبو بكر الذي يسميه أهل الخلاف والمخدوعون صديقا وهو عندنا زنديق كذاب هذا أيضا جاء وفعل الفعل ذاته مع أئمة الإسلام فنحن على هدى هؤلاء وعلى سيرتهم لا نقبل لأي مسلم يعيش اليوم معنا من إخواننا إلا أن يصحح إسلامه من جديد فلذلك نطالبه بهذه الشهادات المقدسة حتى يصحح إسلامه ويلقى الله عز وجل بقلب سليم شكرا جزيلا شيخنا الكريم وكذاك أشكر أستاذ المشاهد الكرام وأشكر الحضور المبارك الذين توفدوا إلى هنا وأحب أن أنوه مرة أخرى بأنه أستاذ المشاهد الكرام بإمكانهم إرسال مقاطع فيديو لا تتجاوز دقيقتين إلى رقم الواتساب الموجود أسفل الشاشة وإن شاء الله سوف يتمعرضها وصلت لدينا كثير مقاطع الفيديو ولكن ضيق الوقت لم يتمعرضها في هذا اليوم إن شاء الله سوف يتعرضي ومن غد إلى ذلك الحين أستدعكم الله من هنا من مسجد المحسن الشهيد في أرضي فدك الصغر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله اللهم صل على محمد وعجل 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 شكرا لله